يسعد لي كل اوقاتكم احبائي اهلا وسهلا فيكن اليوم متل ما شايفين عنا تجاج رح علمكن على تدبيلي بيخفيها عنا اصحاب المطاعم تدبيلي لذيذي جدا انا عرفتها وحبيت اني خبركن عنا تدبيلي غير شكال بس اول شي مفروض انه التجاج يتغسل عنا كتير كتير منيح مفروض انه ينغسل بالماء وينحط عليه الطحين او الدقيق الابيض باضافة الخل كل ها الدبغات الموجودة على الجلد كل اياتها بتروح بفضل الطحين والخل الابيض نرجع طبعا بعد الفارق بنغسلهم كتير منيح بعد ما غسلنا هون كتير منيح رح نباشر بتقطيع التجاج بالسكين بهيدا الشكل طريقة هيدا طريقة التقطيع هيدا كتير كتير ضرورية اليوم انا بدي اشوي التجاج على الفحم فهيدي التدبيلي اليوم رح اعمله هتكون تدبيلي فعلا رائعة ورح تعطينا للتجاج لون حلو كتير وطعم ونكها غير شكل هلا في ناس ما بتقطعهم بهيدا الشكل بس انا بنصحكم انه يتقطع للتجاج كله بهيدا الشكل حتى فيكن صدورة تعملوهم بنفس الشي بنفس بنفس التدبيلي هيدا التدبيلي اليوم رح علنكم عليها هي تدبيلي بتنفع انه ينشول التجاج فيها على الفحم وكمان ينشول التجاج بقلب الفرن واذا ما في عنكن فرن فيكن كمان تعملوا هيدا التدبيلي على الغاز من فوق بيك البساطة كمان بيزبط معاكن اذا حابين بتعملوا حده الرز او تعملوا حده صحن كبسي كمان بتطلع عنا تدبيلي غير شكل متل ما ملاحظين انا هون الجلد ما تخلصت منه في ناس بشيلوا الجلد وبيرموا وقت بدنا نشوي مفروض الجلد يضلوا كرمال يعطينا شوية دسامة وكمان بيعطينا نكها كتير طيبة وقت الشو التدبيلي عنا اول شي مفروض نكتر ليمون حامض انا هون عصارت ليمونتين كبار عبارة او فيكنوا تحطوا تلات ليمونات صغار انا هون حطيت تلات ليمونات كبار ليمون حامض متل ما شايفين ما رح حط خل ابدا عندي هون توم تقريبا ما يقارب الخمس سنين من التوم خمس حصوص من التوم وبدى افرقهم كتير التوم الني متل ما شايفين مش اكتر من خمس او ستة حصوص توم في منهم بيكتروا كتير توم وقت نكتر كتير توم رح يحترق التوم معنا وقت الشوية فمفروض انه نقلل كمية التوم هلا في ناس بتفضل تحط التوم البودرة هيدا شي اختياري بس انا هون عم علمكم على تدبيلي لذيذي 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 جدا احبه هون مفروض طبعا متل ما شايفين انه ندهن لجاج كتير كتير مليح بالتوم حتى انه ندخل التوم الى داخل الجلد عندي هون الكاري الحار بهار الكاري الحار كمان مثل رح ضيف بعد شوية رح تعطيه طعمي غير شكل عندي هون الكمون اذا الكاري الحار الكمون بهار ابيض بابريكا بابريكا الحلوة بتعطينا لون الكزبرة اليابسة الفلفل الاسود رشي خفيفي من الفلفل الاسود وايضا الملح متل ما شايفين عندي نصف كوب من الزيت النباتة تدبيلي متل ما شايفين منه صعبي ابدا وعندي اللبن او الزبادي خففته شوي بالماء ورح حطه مباشرة نفقون ورح نخلط كل المواد اللي احنا حطيناها بقلب بعض هي هي التدبيلي احبائي اهم شي نكتر الليمون الحامض لنحصل على نكهة غير شكل وبهايدي التدبيلي ما تحط الخل الابيض فيه تدبيلات بنحط اللي خل الابيض او خل التفاح بس انا هون كترت زيادة الليمون الحامض اللي رح يعطينا حمودة غير شكل وريحة رائعة جدا وقت الشوي طبعا بعد ما نفرقون كتير كتير منيح بقلبها التدبيلي بالجوانب بين الجلد الى الداخل بدنا نترك التدبيلي تقريبا شي ساعتين لثلاث ساعات بالبراد وبعدين طبعا منشويهم او نحطهم بالفرن او منحطهم عشوية على الفحم فرح تعطينا ريحة طعم غير شكل جربوا هايدي التدبيلي الرائعة احبائي وصدقوني صدقوني مجرد بانه تعملوها اول مرة عطول عطول رح تجربوها لانه غير شكل هلا رح اتركهم 3-4 ساعات بالبراد وبرجع طبعا فرجيكم عن نتيجة نهائية وهنا احبائي ما شاء الله بعد ما الجاج عندي طلع من الشوية بعد السخن هايدي نتيجته ريحته بتشهي طالع معي غير شكل احبائي ما تنسوني باللايك والسبسكراك انا بدي ودعكم الى لكم